في موضوع آخر قدم المجلس الأوروبي وعودا بحماية وضمان أمن الصحفيين ويعتبر هذا الأمر أحد أولويات خطط عمله في الفترة من 2015 إلى 2017 في أوكرانيا الخبراء الأوروبيون سيقومون بالمساعدة في تحسين التشريعات الأوكرانية ذات الصلة حيث تعمل هذه الأخيرة على حماية حقوق الصحفيين وتساعدهم في التحقيق والبحث بدون عرقلة لأنشطتهم المهنية في ذات الوقت يقول الخبراء بأن وضع حقوق الإعلاميين في أوكرانيا قد تحسن على مدى العامين الماضيين وعلى المستوى التشريعي هناك ضمانات لحرية تعبير تحددها المسؤولية الجنائية لانتهاك حقوق الصحفيين وعلى الرغم من هذا سجل معهد الإعلام الأوكراني جريمة قتل واحدة بحق الصحفيين خلال هذا العام كما تم تسجيله 26 هجوماً سبع حالات رقابة و77 حالة منع وعرقلة لأنشطة الصحفيين السلطة التي جاءت في أعقاب ثورة الكرامة يجب عليها أن تراعي حقوق الصحفيين ونحن في مجلس النواب وافقنا على سلسلة من التغيرات في مختلف التشريعات والتي عززت تحمل المسؤولية في حال انتهاك حقوق الصحفيين وتمت الموافقة على هذه التغيرات واليوم تحدد المسؤولية الجنائية عن عدم توفير المعلومات أو استقصائها فالقانون يضمن حق الصحفيين بالحصول على المعلومات والتشريع الأوكراني متقدم جداً في مجال حماية حقوق الصحفيين شيء آخر هو ممارسة وتنفيذ هذه القوانين وهناك مشكلة في قدرة مؤسسات الدولة لتطبيقها